اللغز الأول بينما كان ماجد يقود سيارته بالعاصفة شاهد ثلاثة أشخاص يقفون في المطار عند محطة الحافلات ولكن ليس لديه إلا مقعد واحد فارغ فمن سيقل معه؟ صديق طفولته؟ سيدة عجوز تكاد تتجمد من البرد؟ أم سيقل زوجته؟ من سيركب بالسيارة؟ موسيقى 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 اللغز الثاني موسيقى 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 فيستدعت عائلة عبير أفضل محقق بالمدينة؟ موسيقى 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 عثير على عامل فاقد للوعي بالقرب من مدخل مبنى مهجور لا يتذكر الرجل ما حدث معه ولكن يبدو بأنه سقط من المبنى كلف المحقق مارك بالتحقيق في هذه القضية ليعرف ما إذا كان العامل قد سقط تلقاء نفسه أو دفعوه أحدهم صعد المحقق إلى الطابق الأول وفتح النافذة وألقى بحجر صغير وفعل نفس الشيء من الطابق الثاني وبقية الطوابق وعندما عاد المحقق إلى الأسفل كان متأكدا بأن العامل قد دفعه شخص ما موسيقى موسيقى كيف عرف المحقق ذلك؟ موسيقى 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 الإجابة كان عليه فتح نوافذ جميع الطوابق لإلقاء الحجارة وكان هذا مبنى مهجور مما يعني أن أحدهم أغلق النافذة بعد دفع العام المباشرة موسيقى اللغز الرابع موسيقى في تمام الساعة العاشرة مساءً كان عدنان يسير في الحديقة حيث كان يسقط الثلج وتعرض للهجوم من الخلف لم يرى عدنان منظروه وتوجه فورا إلى مركز الشرطة موسيقى استجوب المحقق أربعة مشتبه بهم موسيقى قال آدم إنه كان يستعد للخروج لتناول العشاء موسيقى قال أشرف أنه كان يقيم حفلا في منزله موسيقى قالت سوزان أنها كانت تتمرن قبل الذهاب للعمل موسيقى قال خالد أنه ذهب إلى الحديقة لارتقاط بعض الصور للطيور المحلقة أحد هؤلاء الأشخاص يكذب من هو؟ موسيقى 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 الإجابة خالد لأنه من المستحيل مشاهدة الطيور تحلق ليلا في الشتاء موسيقى 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 موسيقى